أهلا بكم التقسيم الإداري لليمن يضم 22 محافظة نتعرف اليوم على محافظة لحج التي تشتهر بزراعة الفل تقع محافظة لحج على الدلتة وادي تبن إلى الجنوب من العاصمة صنعاء وتبعد عنها بنحو 337 كم في حدودها تصل لحج بمحافظات البيضاء والضالع وتاعز من الشمال ومن الجنوب محافظة عدن وخليج عدن بينما يحدها من الشرق محافظة أبيان ومن الغرب محافظة تعز مدينة الحوطة طبعا هي عاصمة المحافظة التي يبلغ عدد مديريتها 15 مديرية منها الصبيحة ويافع وردفان والقبيطة ويقطنها أقل من مليون نسمة تتميز محافظة لحج طبعا بالزراعة التي تعد النشاط الرئيسي لسكانها وإلى جانب إنتاجها أيضا للفل اللحجي الشهير تنتج المحافظة العديد من المحاصيل الزراعية أهمها الموز والخضروات طبعا كما تضم أيضا أراضيها بعض المعادن من أهمها المعادن الطينية المستخدمة في صناعة الإسمنت والطوب الحراري لحج تعرف بأنها المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها شرارة ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 من جبال ردفان وينتمي إليها قحطان الشعبي أول رئيس لجنوب اليمن بعد الاستقلال من بريطانيا وهي أيضا مسقط رأس وزير الدفاع الحالي محمود الصبيحي تمثل محافظة لحج أهم بوابات المرور إلى عدن سواء عبر محافظة الضالع أو تعث وتشكل حامية لظهر محافظة عدن وخاضت لجان المقاومة الشعبية فيها معارك شرسة للوقوف أمام تقدم المتمردين الحوثيين ومليشيا الصالح طبعا ووقف إمداداتها المتجهة صوبا عدن ويدور قتال عنيف الآن على الجبهتين الأولى في مدينة الحوطة ووادي الحسيني القريب من العند أما الثانية فتتمحور في منطقة ردفان ويافع والمسيمير تضم محافظة لحج قاعدة العند وهي القاعدة العسكرية الأبرز والأكبر في اليمن إضافة إلى معسكر لبوزة الذي يقع في منطقة عقان ويعد أهم معسكرات المحافظة